اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما استشرت الطبيب المشرفة على حالتها اكدت لي ان كلفة العلاج رح يوصل لحديد لتسعين مليون تقريبا لتقدر تكون عم تاخد علاجها بشكل كامل معي زوجة ونحن وصلنا لعندها على البيت اكيد الرقم عم بتشوفوه على اسفل الشاشة كرميل لتقدروا تتواصلوا مع العيلة لنقدر نكون عم منقمل كلفة علاج السرطان لسيد نعيمي اللي هي معيلة خمس اطفال هي وزوجة بدي اسألك يعني كيف كان صعب الخبر عليكم لانه من الجديد تلقيتو مبارح تحديدا نحنا تلقنا انه صعب بالمبدأ لانه نحنا تقريبا صلنا سنة من روح لحكيم لحكيم وصرنا حطين كتير مصاري يعني بقت عفش بيتي لاي كيف عمل نام كيف كزا ما كانو حدا يقدر يوصف لي المرض فانا مبارح لما حكتني الدكتورة مونة الايوبي قالت لي اسطى واحد اتنين ثلاثة وكلفتها هيك 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 انصدمت الصراحة يعني وماني قادر يعني ما بقى قادر يعني اكتر شي ما بقى اللي بقى حالي منشوف البيت فاضي ما بقى تعفش بيتي بقى كل مشوار عند حكيمة حطيتوني 4-5 ملايين ما كان في نتيجة يعني بقى تعفش البيت وكرميل تكون عم تشرف على حالة زوجتك اكيد مية بالمية ومطل منك شايف انا مقعدة انا بقدر اشتغل يعني رح نلقي نظرة شوي يعني نعرف انه صعب عليك كيف يعني سلامتك والله يشفيك ادي صار صعب الواحد يكون عم بياخد علاجه بلبنان والله صعب كتير بها الايام ويعني بس صعوبة حتى ويحدي يعني يتلقى هيك اشي يعني تأثرت شوي بس اه عادي بالعكس انا بالعكس مبسوطة والكتبة لرب العالمي بده يسير ولما الرب العالمي بيحب عبده بيبتلي الحمد الله انا من يوز علينا مني حتى هالشي الحمد الله احنا اكيد منتمنى انه نكون عم نقدر نتعاون نحنا والمشاهدين على انه يكون عم يتأمن العلاج كمان الوضع البيت جدا صعب يعني عم نشوف الاطفال قاعدين بغرفة وحدة على الارض وحتى اذا منشوف مع الزميل جورج ابو رجاي للغرفة التانية كمان الوضع جدا صعب للعيلة بالبيت من بعد ما تم بيع الغراض من البيت ليكون عم بيقدر الزوج يعمل العلاج بالمرحلة الاولى بالمرحلة الاولى بهيدا الشهر هي بحاجة لحوالي العشرة مليون لتكون عم تعمل اول اربع علاجات كيميائية لمدة خمسة عشر يوم ومن بعدها بحاجة انه تكون عم تأمن للزرع رح يتاخد زرع من الظهر كرميل لتكون عم بيتأكدوا من تطور العلاج وبتوصل الكلفة لحوالي التسعين مليون الرقم عم بتشوفوه على اسفل الشاشة اي حدا قادر انه يساعد السيدة نعيمة تقدر تأمن علاج السرطان منكون جدا ممنونين لتقدر ترجع لعند عيلتها وتوقف حدهم وتوقف معهم كرميل ما يكون فيه اي تأخير على العلاج وتتدهور صحتها اليوم شو بتقول لكل حدا عم بيشهدنا انا بقول لكل واحد عم بيشوفنا على الكاميرا اول شي بحب ادعي للعالم كله الله ما يبلي حدا بهذا المرض والتاني الشي بحب بقوله يعني الوضع اللي انا فيه ان شاء الله ما حدا انه بيوصله وانا بتشكر الام تي فيو بتشكر السيدة انطونيو ليوقف حدي بهالموضوع وساعدني فيه يعني نحنا ما بدنا نشكرك اكيدة بس هيدا الشي هلأ بحاجة انه الناس تكون عم تتعاون لنقدر نأمن العلاج يعني عم نشوف حتى الولاد عم بيكون الظرف كتير صعب بالسكن الظرف كتير كتير صعب بالسكن ها اول شي وتاني الشي بدي اتحمل شو بدي اوامل لانه وبدي اشفات عندي ولاد وبدي اعالج المرض انا اللي طالبه انا اللي طالبه ما بدي شي يعني ما بدي مش من يطالب انا طالب هالمرة تتعالج تقعد جنب ولادها هيدا كل اللي بطلبه من الرب العالمين ثم من العالم يعني اه منتمنى اكيد انه يتأمن العلاج ومنتمنى اكيد انه اه الاطفال يرجعوا يشوفوا اه ولدتن موجودة معن اه حدن ما 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 يكونوا ابدا عم يعني جدا الوضع صعب كل حدا من داخل لبنان او من خارج لبنان قادر يكون عم يتصل انه يتصل ليقدر انه نكون عم من امن كلفة العلاج يلي الطبيب المشرفة على هالحالة اكدت انه هنالك كلفة كبيرة بحاجة انه تكون عم تتأمن للعلاج السرطان قبل ما نشوفها يعني انت اخدت قرار انك تكون عم بت اه عم بتبيع العفش اه لتقدر تعمل اول في حصار اكيد انا اخدت قرار اني بيع لانه اليوم نحنا بوضع ما حدا بيوفرش عشان بحدا يعني الله يعين العالم فانا اضطرت ان انا بيع عفش بايتي واركد اسعى على مرتي لا اقدر حكمها لو ما عملت هيك ما اقدر تبلش بالخطوة الاولى يعني وبعدني يعني بعد دي محلي مش ما عملت شي يعني بعد رغم اللي بعت ورغم الظروف اللي انا فيها بعد دي محلي يعني السا عندي مشوار طويل يعني ممكن حالتها تتمد للسنة يعني 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 هي كل خمسة عشر يوم بدي تعمل لها علاجة لمدة سنة بدي تدل عم تتعالج طب بعد يعني يعني هلأ بعت عفش بيتي بعت الاغراض اللي عندي اوكي ماشي الحال بعدين شوف ما في غير انه واحد يبيع حاله او ينزل ينام بالشوارع يعني نحن بنشكر الناس اللي الخيرين اللي عم بيتصلوا بلشوا يوردوا الاتصالات للمساعدة وهيدا اتصال من خارج لبنان ونتمنى انه اكيد اي حدا يكون عم بيهده شي بفرح انه يكون فيه الناس عم بتحط ايدها بايد بعضها كرميلة تكون عم بتأمن كلفة العلاج اللي هلأ بها ظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها عم بيكون كتير صعب على الناس اللي عندهم اصابة بالسرطان انه يتحكموا انه يأمنوا علاجهم انه ياخدوا ادويتهم بعد ما يعني ما قدروا لقوا حلول انه يقدروا يكونوا عم بياخدوا علاجاتهم بدون اي كلفة او يتحملوا عبق هذه الكلفة خاصة اذا كانت العيلة من اصلا هي تكون قادرة واجعل مرض بشكل مفاجئ على البيت يعني انتوا بشكل مفاجئ اتلقت زوجتك احنا بشكل مفاجئ اساسا يعني انا صلي السنة بركض من حكيم لحكيم عم بيتحذروا فيني ويدفعوني مصاري من حكيم لحكيم وما احد عارف شو معي بالنهاية يعني صري السنة عم بتعذب بروح على الحكيمة خلت حكيم اللي ما روحت لعنده بالنهاية ما عارفوا شو معي الا الدكتورة مونة الايوبي الله يخليها احنا توصلنا طبعا مع الطبيبة واكدت لنا انه بحاجة انت لحتى انك تنتبهي بجسمة يعني اول شيء يقولولي التهابات بالدم وكذا فاني انا مرتي يعني مرتي كانت تمانين تسعين كيلو صارت خمسين كيلو ضعفت ما ما عم تاكل ما عم تقدر تنام من وجع نحنا اكيد سمعنا الرسالة من ترابلوس سمعنا وجع هذه العائلة يلي بحاجة انها تكون عم بتأمن حوالي تسعين مليون لعلاج السرطان نعيمة ايدها بايدكن رح تقدر تعمل علاجها منتمنى منكم انكم تتصلوا على الرقم المذكور على اسفل الشاشة وتساعدوها ترجع لعند عائلتها سليمة ومعافاة من الاصابة من بعد كل العلاجات يلي رح تقوم فيها نحنا رح نتوقف للحظات مع الاعلان ونرجع منتابع فقرات العيو اشتركوا في القناة